اشتركوا في القناة ايامه مجيدة ولياليه حميدة فريضته مضاعفة وسنته مباركة اما القرآن الكريم فهو كلام الله الذي بقي كما انزل لم ينله التبديل ولا التحريف لان الله حفظه وعندما يجتمع رمضان والقرآن يجتمع افضل القول واحسن العمل رمضان والقرآن اخوان شقيقان اختار الله الاول وقتا لنزول الثاني فأفضل ما يفعل في رمضان بعد الصيام والصلاة الانشغال بالقرآن والقرآن الكريم ايها السادة والسيدات حجتنا عند الله انزل ليتلى ويحفظ ويفام ويعمل به فعليك ايها العبد الصالح العكوف على القرآن في شهر القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وأخرج السيط في الجامع الصغير من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام اي ربي اني منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه يقول القرآن اي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان رمضان أيها الإخوة والأخوات يعطينا فرصة لنصاحب القرآن فالجو رباني والوقت متوفر ولا سيامة مع الحجر فهي فرصة طيبة لأداء حق القرآن فعلى كل مؤمن أن يحرص على أن يتلو القرآن أن يتلو في هذا الشهر على الأقل ختمة كاملة ستين حزبا ثانيا أن يحفظ ما تيسر منه ورمضان يعين على ذلك ثالثا تدبر بعض الآيات رابعا أخذ النفس وإلزامها على العمل بالقرآن ويمكن أن يكون كل ما ذكر مرتبطا بنفس الآيات وبنفس الختمة يقرأ الإنسان مثلا حزب من القرآن ويحفظ آيتين أو ثلاث آيات ويتدبر واحدة منها مع الاستعانة بكتب التفسير إن تيسر ثم يختار جزءا مما قرأه وتدبره وفهمه فيقول سألزم نفسي على أن تطبق هذه الآية لأكون من أهلها إن شاء الله سبحانه وتعالى والله المسؤول أن ينفعنا ويرفعنا به يوم لا ينفع من ولا بنون إلا منط الله بقلب سليم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وليه وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر موسيقى